اهلا بطلاب الاعزاء كتير اول اللي مش عارفين يكتب باراجراف او ايميل الوقت يا حبيبة عشان تكتب اي باراجراف او ايميل لازم تبقى عارف الموضوع بيعبر عن ايه يعني مثلا موضوع هنا سوشال ميديا سوشال ميديا وسائل الاعلام يبقى انت عارف يعني ايه كلمة وسائل الاعلام لازم يبقى عندك كمية معينة من الكلمات حفظ كلمات وتعرف ازاي تكون جملة في اللغة الانجليزية من فاعل وفعل ومفعول وفي اللغة الانجليزية معروف اول الجملة كابتل اول الجملة كابتل وبعد انتهاء من كل جملة بتحطه فولستوب يعني مثلا بنتكلم على سوشال ميديا نبقى عارفين والله بنتكلم هنا على الانترنت بنتكلم على المسج رسائل بنتكلم على سكامز اللي احتيه اللي بيظهر عن نت سوشال نتورك نتوركينج سايت واسر التواصل اجتماعي بنتكلم على المشاكل بنتكلم علىAudioMillion يبقى كل حاجة بيخص الايه السوشال ميديا افرد تكلم على الباحة العمّر بكلم على الاسماك بكلم على الباحة العمّر منطقة جميلة قال لي بكلم على التكنولوجيا بكلم على التكنولوجيا يبقى عارفين يعني كلمة تكنولوجيا تكنولوجيا يعني يعني انترنت يعني كمبيوتر يعني لاب طوب أول حاجة عند كتابة يجد أن يسيب حوالي مقدار كلمة أو كلمتين في أول الموضوع يعني لحظت هناك كلمة مكتوب الحرف في إيجيبت يبقى جابنا أول حرف في الجملة تعال في الجملة الثانية قلنا المني إن بعض الوظائف تطلب منك كيف تستخدم السوشال ميديا شايفين صام؟ أول حرف كابتل بعض الشركات تستخدم وسائل الإعلام طبعا عشان وسائل تصل عشان تجيب وظائف بترسل معلومات ورسائل من إيه لأفراد كتير في نفس الوقت بتلاقي يجب أن تكون حريص عشان في مشاكل احتيال كتير جدا عن نت يبقى عندك إعدادات خاصة ده موضوع عن السوشال ميديا افرد جاب لي موضوع تاني وقال يكون على البحر يجب موضوع بقى كتلة واحدة يعني يقولك افزت تو ذا رد سي ذا ربح الأحمر أول مثلا ذا رد سي يبقى لاجب يجب أن الموضوع كتلة واحدة وبنفسه بين كل جملة وجملة افز الموضوع هنا تكلم على عجائب الدنيا القادمة والحديث عجائب الدنيا زي ايه زي الأهرامة زي سفينكس زي بولهول زي معابد الحديث زي ايه زي هايدام برج خليفة يبقى لازم يبقى حافظين كلمات عارفين يعني قديم يعني حديث عجائب يجب نحط كم كلمة في دماغنا ونكون على كل كلمة جملة يعني هنا في عجائب الدنيا عن طريق الطبيعة وفي عجائب صناحة الإنسان ودريان ودريان من صناحة الإنسان واتفيهم من عجائب الدنيا السابعة برضو الأهرامات زي أصوان هايدام إز مان ميت صناحة الإنسان واندر تو قالك تكلم على زي امبورتنس أوف تيكنيكال سكولز نعرف تيكنيكال سكولز مدرس فنية يعني دولهم صنايع المدرسة بعلم حاجات فنية يعني يعني ايجبت خمسين في المئة من الطلاب بيروح مدرسة فنية بتعليم مهارات يبقى عارفين كلمة سكيلز المهارات مهمة جيدا يبقى يعرف يبقى زي فن الموبايلات للكمبيوتر بتقييف الهواء فيه كورسات بتعلم الطلاب مهارات كيف يستطيع يبقى لاجب انا عندنا مجموعة كلمات وتستخدم كل كلمة في جملة يبقى عارف يعني ايه تيكنيكال اتعارف يعني 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 تكون مجموعة كلمات في دماغك او في دماغك وتكتب عليها جمل والجملة في اللغة انجليزية فاعل وفاعل ومفعول واحد يقول لي يا مستر عاوزين نتكلم على النت على الوقت على الايميل اقول لهم الايميل مثلا موضوع هنا social networking sites معروف الايميل to لمين from من مين اباوت عن ايه يعني مثلا to كمال طب from من مين سامي اباوت عن ايه social networking sites في جملة استفتحية ممكن نستفتح بيها نقول ايه مثلا بعد كده اتكلم على الموضوع ويبقى عندنا حصيلة من الكلمات يعني بعض الناس بقى مدمنين لاستخدام التواصل اجتماعي من how can they be used to do? first they use them just to send the message to their friends and to find out what their friends are doing. however some people need to check their social networking sites all the time. if they don't check them they began to worry or to feel unhappy. the best way to help is this in the suggest that they only use the social networking sites او افتتاح جملة وبعد كده اتكلم على الموضوع. يبقى موضوع ان شاء الله يكون سهل. وبازن لا تعرف اي موضوع لاجب تحط افكار في دماغك. زي لغة عبية الضبط. بتجيب افكار وتتكلم عنها. في اللغة انجليزية بتجيب كلمات وتكون عليها جمل. ان شاء الله ربكم الفيديو عجبكم. وبازن ليتم مشاركة عليها.